الدكتور كمال الدسوقي حضرتك رائب من رواد صناعة مواد العزل سواء للحرارة، سواء للمية، سواء للأشعة كل حاجة عايزين نعزلها، عايزين نعزلها، عايزين بتصنعها في مصنع روكال عندنا النهاردة كم منتجة دكتور؟ احنا الحقيقة في مجموعة مصنع روكال يمكن وصلنا لحوالي ألف منتج تقريباً بتصنع صناعة مصرية 100% 100%؟ وحققنا اكتفاء زاية للسوق المحلي في هذه الصناعات بنسبة كم؟ احنا بنلبي احتياجات سوء المصري دلوقتي بنسبة 100% 100%؟ وقادرين على تلبية أي احتياجات مستقبلية احنا عاملين حسابنا في الطاقات الانتاجية لان احنا بنطور في الطاقاتنا الانتاجية وبنحدث كمان في الانتاج وندخل خطوط انتاج جديدة وما زالنا عندنا رأيه لان احنا ابتدينا الحكاية دي من فكرة التعميق ده احنا بنلبي من قبل الأزمة بتاعة كورونا وقبل أزمة الحرب الأوكرانية والأزمة العالمية اللي موجودة دلوقتي دكتور لبينا احتياجات سوء المحلي من كل مواد العزل طيب التصدير توجهنا ليه احنا عندنا خمات بنستوردها من برة ومش عايزين نضغط في موارد الدولار فلازم نصدر نوفر الدولار نجيب خماتنا صح ولا لا؟ بنعمل ايه في هذا الامر؟ دايما انا كان عندي رؤية من زمان ان احنا لابد ان واحنا بنخطط صناعاتنا ان هيبقى فيها التوجه بالتصدير لان لو عندي قدرة على المنافسة في الأسواء الدولية وقادر على التصدير هيبقى عندي قدرة كبيرة جدا على ان انا انافس في الأسواء المحلية ويبقى عندي فرصة كبيرة ان انا اقدم منتج كويس بسعر المنافس ففكرة التصدير من البداية لابد تبقى موجودة في كل افكارك التخطيطية وانت بتصنع اي منتج جديد احنا بنصدر دلوقتي حوالي 40% منطقتنا الانتاجية ما شاء الله نصدر لحوالي 35 دولة عندنا رؤية ان احنا نرفع حجم صدراتنا لتجاوز الـ 50% تاني نزود عدد الدول اللي بنصدر لها بحيث نوصل لحوالي 60-70 دولة علشان نبقى تبقى الصناعة افكتف وتبقى الصناعة عندها قيمة مضافة حقيقية وتلبي احتياجات طلباتنا في مستلزمات الانتاج والمكان والمعدات والتطوير والتحديث والتدريب وكل الاجراءات اللي موجودة في العملية عملية الصناعية مش عملية كده تبدو تكون عملية مخططة تخطيط جيد جدا 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 دكتور كمال النهاردة مصر فيها طفرة كبيرة جدا سواء في مشروعات العقارية أو السياحية أو الصناعية هل ده عمل طفرة في صناعة مواد العزل؟ طبعا اللي حصل في جمهورية مصر العربية على مدار السبع من 2016 لحد دلوقتي ده يعتبر طفرة وصورة في عالم التنمية والعمران الحجم الانشاءات الضخمة اللي اتعاملت دي احنا اتفاجئنا بحجم الطلب الكبير جدا فيه والطلب العالي جدا على صناعات مواد العزل سواء ووتر بروفينج أو سيرمل أو أكوستيك فكان لازم ان احنا اولا نلبي احتياجات المواصفات اللي هي مطلوبة وفي نفس الوقت نلبي الكميات اللي موجودة فكان عندك تحدي تحدي انك تطور المنتجات بتاعتك تطور كبير جدا لان حجم التطور العالمي في كل الصناعات بما فيها صناعات مواد العزل يعني تطور مزهل جدا فلازم انت تبقى اوبديت مع المنتجات والمواصفات وفي نفس الوقت الحجم الطلب الزيادة جدا لازم انت تطور الطاقات الانتاجية تطور المصانع وتعمل مكان جديد ومعدات جديدة عندنا منتجات بتاعتنا دكتور بتاعت مصر منتجات كلها مصرية المنتجات اللي حضرتك شاهفها لكن معنا يعني احنا اصحاب الابتكار احنا اصحاب الابتكار واصحاب النهاف في كل منتجاتنا وكل منتج بننتجه هو مصري خالص مية في المية خالص الفكر وخالص التخطيط وخالص التنفيذ باشا الله جدا دكتور طبيعا انت هتستعين بحاجات من برة لكن يبقى النهو اصلا تبقى لازم تبقى مصري لازم تطلع منتج مصري يعني برند مصري يعني اسمه مصري والمنتج ده مفيش هيحميه ابدا في كل اسواق العالم غير جودة وسعر الجهود المبزولة النهاردة في رد العباد التصديرية لمصانع زي حضرتك كده بتصدق الاربعين دولة وبتخطط لبيت دولة وعندها كم منتجات هايل جدا هل تكفي النسبة اللي موجودة النهاردة يعني خطة الـ 28 مليار ومئة مليون جنيه لرد العباد للمصدرين تكفي القطاعات التصديرية؟ هي للأسف لا تكفي وهي أقل بكثير جدا من طموحات الصناعة ووزارة الصناعة في ان هي تقدر تنطلق بصناعاتها وترفع حجم الصادر بتاعها من يعني 45 مليار دولار ان احنا عايزين نوصل النهاردة بحجم الصادر بتاعنا في الصناعة من 100 مليار دولار ايه قرارات حراكة محتاجها؟ طبعا كل حاجة التحية عايزين الخطة؟ ايه حراكة محتاج قرارات ايه؟ قرارات عندك 22 قرار كانوا في قطة التصمار محتاج أراضي صناعية مربع فقط سرعة محتاجين 5-6 مليون متر مربع كل سنة يدخلوا القطاع الصناعي ما كان يدور اي معوقات وقفة في الطريق لازم يبقوا الحكومة والوزارة وكل الجهات المعناية وقفة بتزلل هذه العقبات لازم يكون فيها عقبات عقبات تمولية عقبات ادارية عقبات تمولية كل العقبات اللي موجودة تتشيل ايه تاني؟ غير المناطق الصناعية المناطق تجراءات انشاء المصانع الورق يجب ان كل الصناعات اي واحد بيعمل مصنع بيطلع رخصة لازم يعامل معاملة الرخصة الزهبية واحد جاي يعمل مصنع عشغل عمال وهيطلع انتاج وهيسامب اوه نفسه ذهب في تزويل محلي فده كل انا من وجهة نظري ان يجب ان كل الناس يتعامل معاملة الرخصة الزهبية يجب ان كل القرارات اللي طلعت من المجلسة على استثمار يجب ان نيتم تطبقها بدون بورقراتي